اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفيديو في الكلام عن الفترة اللي فاتت لانه عاوزين نبدأ بقى فترة جديدة ونشتغل وننتج فيها اكتر ونستغل وقت فراغنا في حاجات مفيدة لانه هو ده هدفي الاساسي اللي بدأت عشان القناة زي ما قلتلكم انا رجع للقناة بالتدريج بفيديوهات بسيطة بس ان شاء الله هتبقى مفيدة جدا وحنبدأ نشوف النهاردة فيديو عن غرزة اسمها غرزة التريكو وطبعا زي ما هو واضح من اسمها وشكلها انها بتدي نفس نفس لك غرزة التريكو ومش باين خالص ان الغرزة دي معمولة بالكروشي وانا بشوف ان هي ما تعتبرش غرزة لوحدها لان هي في الاساس عبارة عن غرزة الحشو اللي احنا عارفينها بس بنشتغلها بتكنيك او اسلوب مختلف شوية الغرزة دي بتستخدم لعمل اسويرة او قم او بلوزة ممكن كمان تبقى اطار لو هتبدأين من اسفل لاعلى بس بشكل عام انا بشوف انه احسن استخدام وشكل الغرزة دي بيبقى مع خيط الكليم زي ما ان شاء الله هنشوف تطبيقات حلوة جدا عليها في الفيديوهات اللي جاية باستخدام خيط الكليم قبل ما تتمرني على الغرزة دي عاوز اقول على شوية ملاحظات بسيطة اول حاجة الغرزة دي مش للمبتدئين مش لان هي غرزة صعبة بالعكس هي سهلة جدا زي ما وضحت ان هي عبارة عن غرزة الحشو العادية اللي احنا عارفينها بس مع تغيير بسيط بس انا دايما بحب انه انصح المبتدئين انه هما يتقنوا تماما الاساسيات كلها في الاول وبعدين يبدأوا يتعلموا الاساليب الجديدة في الكروشي النقطة التانية انه الغرزة دي من الغرز السميكة والمجدودة فيفضل وانتي بتشتغلي انه دايما تستعملي معاها ابرت كروشي مش اقل من 6 ملي مع خيط نوعا ما سميك عشان الغرز تبقى اوضح واسل معاكي في الشغل النقطة الاخيرة انه الغرزة دي لازم حنشتغلها في حلقات او راوندات منفعش انه تبقى قسط الرايح جايل انه مش هتدينا الشكل المطلوب ومش هتنفع اصلا فالغرزة دي اساسها انه لازم هتبقى عبارة عن راوندات وبعد معرفنا الملاحظات دي تعالوا دلوقتي نبدأ على طول ونشوف طريقة عمل غرزة التريكو حنبدأ شغلنا بعمل اي عدد من السلاسل سواء زوجي او فردي مش هتفرق عدد او مقاس السلسلة ده بيبقى على حسب الشغل اللي انت بتعمليه فلو مثلا انت بتعملي اسورة فهتعملي السلسلة على مقاس دوران المعصم او الاسورة ولو مثلا بتعملي ايس كاب فهتعملي السلسلة على مقاس دوران الرأس وهكذا انا هنا بدأت بعشرين سلسلة وبرضو للتوضيح انا هنا بستخدم للشرح بستخدم خط ساميك ده خط إليز إليز لانا جولد ماكسي مع ابرة كراشيما اس تمانية ميليمتر اكي وبعد ما بنشتغل عدد السلاسل المطلوب هنقفلهم بغرزة منزلقة فهنروح عند اول سلسلة بدأنا بيها وهندخل بالابرة في الحلقة الامامية ونسحب الخط ونقفل بغرزة منزلقة هنبدأ اول راوند وحيبقى عبارة عن انه هنشتغل غرزة حشو بالخطوات المعتادة فممكن انتي ترتفع بسلسلة ممكن انتي تسحبي الابرة لفوق بالشكل ده كده وهندخل بالابرة في نفس السلسلة اللي احنا قفلنا فيها بغرزة منزلقة دي هتبقى اول سلسلة من العشرين وحشتغل عادي خالص غرزة حشو وحروح على السلسلة اللي بعدها وحشتغل غرزة الحشو التانية وزي ما احنا شايفين كده انه غرزة الحشو اللي بتتشكل عندنا طبعا احنا كلنا عارفين شكل غرزة الحشو بيبقى عبارة عن حرف في او رقم سبعة زي ما احنا شايفين كده اوكي هنشوفها في السلاسل اللي بعدها هروح على السلسلة اللي بعدها واشتغل غرزة الحشو التالتة اوكي شايفين حرف اللي بتشكل معنا اوكي وحروح على السلسلة اللي بعدها تمام شايفين رقم سبعة او حرف خلينا ساميمها بعض رقم سبعة ده غرزة الحشو بتتشكل معنا عبارة عن رقم سبعة وحروح على السلسلة اللي بعدها هشكل حرف الفي اللي بعدين وهروح على السلسلة اللي بعدها والشكل اللي هو عبارة عن غرزة الحشو هو ده اللي هنشتغل فيه في الراوندات اللي بعد جدا فحنكمل بغرزة الحشو فيه كل السلاسل الموجودة عندنا لحد ما نوصل لنهاية الراوند وصلت لنهاية الراوند وبرضو للتأكيد عديت الغرزة بتاعتي طول ما انا بشتغل واتأكدت انه بقى عندي عشرين غرزة حشو وهنا خلاص دي بداية الراوند عندي دي اول غرزة حشو بدأت بيها فاحنا في المعاتيات دايما انه لما بنيجي نشتغل بندخل بالابرة تحت حلقتين حرف الفي فهنا ده عندي حرف الفي لأول غرزة حشو فاحنا في العادي انه بندخل بالابرة تحت الحلقتين المرة دي احنا هنشتغل على غرزة الحشو نفسها او رقم سبعة زي ما قلنا هنسميع مع بعض فانا المرة دي هدخل بالابرة في رقم سبعة او في غرزة الحشو نفسها تمام؟ فدي هنا عندي اول غرزة فحتجهل خالص الحلقتين وحاول انه ادخل بالابرة في حرف الفي اللي تحت الحلقتين اوكي؟ فحاول انه ادخل بالابرة دايما اول غرزة ما بتبقاش واضحة اوي بس هنشوفها اوضح في الغرز اللي بعدها انا كده اشتغلت اول غرزة حشو برضو الفضل عشان تبقي عارفة بداية الراوند من نهايته هنعلم هنا اول غرزة وحاروح على الغرزة اللي بعدها دول حلقتين فحتجهل الحلقتين وحاروح على حرف الفي اللي هو دايما هنلاحظ انه بيبقى حاوت شوية شمال كده ناحية الحلقتين بيبقى دايما على شمال الغرزة اوكي؟ فهدخل بالابرة جوة حرف الفي اوكي؟ انا كده اشتغلت غرزة الحشو التانية وحاروح على الغرزة اللي بعدها دول الحلقتين حتجهل خالص الحلقتين وهدخل في غرزة الحشو بالشكل دا كده برضو الشغل بتاعنا هيبان اوضح في الراوندات اللي بعد كده دا عندي اول روند مش بيبقى واضح قوي وحاروح على الغرزة اللي بعدها ومش هدخل بالابرة تحت الحلقتين هحاول انه ادخل جوة غرزة الحشو نفسها اوكي؟ وحاروح على حرف الفي اللي بعده اوكي؟ حتجهل الحلقتين وحنزل بالابرة على غرزة الحشو نفسها واشتغل غرزة حشو تمام؟ وحاروح على الغرزة اللي بعدها دايما عناية وتركيزي حيبقى على حرف الفي مليش دعوة خالص بالحلقتين انا كل تركيزي على حرف الفي او غرزة الحشو نفسها طبعا لسه الغرزة هتبان معنا اكتر فيه الراوندات لما نرتفع وحاروح على الغرزة اللي بعدها دول حلقتين الغرزة مليش دعوة بيهم هاروح بالابرة ما بين حرف الفي اناية تركيزي على حرف الفي وصلت لغرزة الحشو رقم 18 وحكمل الراوند وحشتغل في الغرزة رقم 19 والغرزة الاخيرة رقم 20 ناخد بالنا ده هنا عندي الحلقتين وهنا ده حرف الفي اوكي وانا كده خلصت الراوند وحبدأ في الراوند اللي بعدين وكل ما بنرتفع اكتر في الراوندات كل ما الغرزة بتوضح وبتبقى اسهل جدا في الشغل اوكي فده هنا عندي اول غرزة حشو بدأت بيها يعني هنا معلمة جوه حرف الفي اوكي فحشيل العلامة وحدخل بالابرة جوه حرف الفي تمام واسحب الخيط ودي هتبقى اول غرزة حشو عندي وهعلمها وحروح على الغرزة اللي بعدها دول حلقتين الغرزة ودي رقم سبعة اللي انا عاوزة اشتغل عليه فهدخل بالابرة ما بين رقم سبعة واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو تمام واروح على الغرزة اللي بعدها مش هندخل بالابرة تحت الحلقتين لا هندخل بالابرة جوه غرزة الحشو نفسها اوكي هو يباني ان انت بتدخلي بالابرة تحت الحلقتين بس تحاول ان انت تركزي اكتر بان ان انت تدخلي بالابرة جوه حرف الفي نفسه تمام شايفين وحروح على الغرزة اللي بعدها مش هدخل بالابرة هنا لا هروح على رقم سبعة اللي هو دامن بيبقى على شمال الحلقتين ده هنا عندي الحلقتين وده رقم سبعة اللي انا عاوزة اشتغل عليه فهدخل بالابرة واسحب الخيط وارتفع بالحلقات شوية او حاول ان انا رايح ايدي شوية عشان تبقى الغرزة اوضح واسهل ودي هنا عندي الغرزة اللي بعدها فهروح على حرف الفي قربت على نهاية الراوند ودي عندي غرزة الحشو رقم تسعتاشر ودي عندي غرزة الحشو رقم عشرين والاخيرة فهدخل بالابرة جوة حرف الفي وابتدي اسحب الخيط وهنا وصلت عند بداية الراوند فحشيل العلامة وحبدأ راوند جديد وهدخل بالابرة ما بين حرف الفي او رقم سبعة واسحب الخيط ودي هتبقى اول غرزة عندي في الراوند وزي ما احنا شايفين كده انه الغرزة سهلة جدا بس هو كل التغيير انه احنا بدل ما بندخل بالابرة تحت الحلقتين اللي احنا بندخل بالابرة جوة او ما بين رقم سبعة او حرف الفي اوكي فاحنا مش بندخل بالابرة تحت الحلقتين اللي احنا بندخل بالابرة ما بين الحلقتين او رقم فيه اللي بيبقى تحت الحلقتين وحنكمل وزي ما وضحت انه كل ما بترتفع اكتر في الراوندات كل ما الغرز بتبقى اوضح واسهل وده هنا عندي الشكل العام لغرزة التريكو بعد ما ارتفعت باكتر من الراوند زي ما احنا شايفين كده عبارة عن خطوط رأسية من حرف الفي شبه غرز التريكو بالزبط ولو انت حابة تنهي الراوند فهنا ده عندي اول غرزة حشو بدأت بياه فهترتفع بالابرة الفوق وبعدين هتروحي بالابرة على ظهر الشغل وهتدخلي بالابرة تحت حلقتين حرف الفي وتبدأ ان انت تسحبي الحلقة بغرزة منزلقة اوكي وبعدين تسحبي الابرة الفوق وتقصي الخط وتنهي الشغل بالطريقة العادية ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه وحاولوا ان انتوا تتضربوا كويس على غرزة التريكو وعشان ان شاء الله زي ما وضحت هنشتغل بياه خلال الفيديوهات اللي جاية وانا بشكركم جدا جدا للمتابعة والناس اللي تتبعيني الاول مرة اهلا بيكم لو حابين تفضلوا تتابعوني دايما وتكونوا اول ناس توصل لكم الفيديوهات الجديدة ادخلوا على اليوتيوب واعملوا سرش عن قناة كروشيكا فيه بالعربي او بالانجليش واضغطوا تحت اي فيديو من الفيديوهاتي على كلمة اشتراك او سبسكرايب وكمان تابعوني من خلال صفحة قناة كروشيكا فيه على الفيسبوك وعلى انستجرام وكل اللينكات دي حتلاقوها موجودة تحت الفيديو واستنوني ان شاء الله لسه فيه فيديوهات اكتر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة